موسيقى ملعجي كاتمشي هكا ملعجي كاتمشي بحلشي وحدها حاملة ملعجي كاتمشوف شي حد كي طلعني مع الدروج يعني كل شي كيكون قالصة انا كنت خلاكك تيبقى وكل شي الأنظر كي شوفيك بتكلمشي اللي كاتمشي موسيقى ملدي يالي هو كانت منها تكون عندي غير مباراة ولوما وقال لبا زاف الأطباء مكيعطوني ش آمل موسيقى المهم يتعاون معي باشه ما كان طيج يزيكون باخروا ناس دابل يغيشوفوا هذا الفيديو ويدخلوا عندي القاننت يالي فارح اقرار قلت انا درتاجي قل قناة اغيب باش نتحرك اغيب السلام عليكم اخوتي المغربة كنشكر اشواق اللي جات لعنجي او تاني مرة كنصور معهم كنشكركم بزاف اللي جيت نعود لمعاناة ديالي وصارحة كان عاني بزاف من واحد لمرض اللي صعيب شوية هاد المرض هذا هاد المرض هذا سميته لم يباتي بالعربية دمر لعضالة صعيب في المغرب يعني ما كانتش عيلاج كان ديالي غير ترويض والدوى دياليو غالي والمصارف دياليو بزاف ركوا معارفين والحالة جيد ضعيفة بزاف يعني بجيتي كتتحاولي انك تمشي للترويض لا خويا الامكانية جيد ضعيفة ما بقيتش حالة دي دا بقطعته قطعت الترويض حالة دي ودرت واحد لقناة تغيي باش نعاون بها باش نعاون بها وما لقيتش الدعم ديال الناس دكشي علاش عيط لكم اللي يزازيكم باخير باش لي شاف هاد الفيديو تعاونوا معايا اللي يزازيكم باخير محتاجة بزاف يعني تحاجة ما غاضي تعليكم الى دعمتوني انا يا حنت ما قادراش نخدام ما قادراش بزاف تلحويج نجيرهم يعني هاذك الى دا تقانت وقدت خلصت منا غاضي نجير مصاريف دياليو الترويض اه اه اش حال محاجة الاحتياجات الخاصة والمشكلة هو ان هاد المرضى هدا ما كان عانيش منه غير انا كان عانيه منه انا وجوج خوتي يعني هادش ويراتي عندنا والاب ديالي راجل كبير يعني بتاتت لاعاقة يعني بزاف وراكم عارفين الدولة ما متكلفة بالاعقة ما متهمشين بزاف ما عادتوا مش حوق وقلفة بزافت الحوائج يعني الليلة اي الله ومحمد رسول الله والله تلفت لي يا لادرة بكترت من المعاناة اللي كان عانيه الدموع ما بقاش بي خرجوا لي يا والله كان عانيه بزاف 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 المشكلة دابه ايديا ما بقيتش كان قدارا نعزاح انت قطعت الترويج حالها جي الحاركة والتي عندي باطيئة الحاركة والتلمش ياوليد كان زيدغي شوية كان عياء يعني بزاف تحويج ما بقيتش كان قدارا نديره وما حدي كان يكبروا المرضى اللي كي يتطور وزا ما بقى صغيرة وباقي الحياة مستقبل قدامي ولكن ضعت صليتها ضعت وما لقيتش يحدث لي عاوني اللي يوقف بي دي يدعمني ولا وغير شوية باي حاجة بزاف تحويج الحالة ضعيفة الأب جالي ما خدامش الأم جالي مريضة يعني عايشين واحد الحالة لا يرتالها كيف عايش كتبدا خوي المعانات ديالي إبعدا إلا بيت نوض ما بحل دبه هاد نوضه هاجي ما كان قدرش نوضه تجيغتي لكي تساعدني وهكذا عندنا واحد الاعتبار في الطار إلا ما أزني شحد ما كان قدرش أنا دباي في الدرما إلا ما لقيت شحد اللي خرجني ما كان قدرش نطلع بوحدي طاكسي ركبت في الطاكسي ما عاوني شحد في الطاكسي ما كان قدرش نطلع بوحدي يعني بزاف تلي معاناة كاللقاء بزاف طرف المادية كيف قلت لك الواليد لي ما خدمش رجل كبير كان خدمش رجل كبير كان خدمش رجل كبير كان خدمش في صناعة تقليدية والحركة جد ضعيفة هذا هو مريض بزاف مريض بالفتقي يعني خاصه عملية ودبا غير ناعس واحد اختي يلي خدامه علينا وكتخلص الضوء والمصاري فراكم عارفية اللي متكلفة بينا بكاملين اللي متكلفة بينا اللي متكلفة بينا يعني انا راكم عارفين غير نخرج لكالش بلاسان قديش غراد وليس حاجة اللي متكلفة بينا بشي تحرك هذا القناة اخوية كان دير فيها كاميرا فلوقات كان طيب فضاء ورين لنس صعوبة لكالقاء يعني بشي بغيش حاجة بسيطة ورين لناس يرى صحي اهم حاجة حين صحا فاش ما كتكون ش عندك صحا جيالك كتكون عيبة لعائلتك على شحال قد بنادم يعاونك اللي يعاونك اليوم ما غادش يقدر يعاونك غدا يعني بزاف تحويش اخويا كلق الحمد لله الحمد لله على كل حال ربي كيبتالي اي واحد والمومن مصاب وانا انا رادية بحكم بدكش لي اعطاني الله الحمد لله على كل حال غير هو كنشوف راسي انني كتشوف الفقر وكتشوف الاعاقة وكتشوف يعني بجوج بجوج ليلة الله محمد رسول الله يعني جوج الحويج صعيبة يعني هكي قلنا شنو امالي في الحياة امالي في الحياة ما ما نقدبش لك الامالي كان عندي امال واحدة وانتشافة من هذا المرضى هذا ما بغيت نتشافة كليان وانما غيجو سئيا هي باش نقدر غير نقدر غير زع ما ابسط الحويج نقدر نديرهم شنو بغير هو صافي ما قدرت شبقين صفرت انا عاني بزاف ولكن الحمد لله الحمد لله على كل احد الامل ديالي هو كان تمنى تكون عندي غير مبارا ولو ما وقال بزاف لأطباء ما كيعطونيش اعمال يعني كيقول لي هذا المرضى هذا صعيب حينت بحلا قلت شال الجزئي كتكون عندي بطء في الحركة يعني انا الامل ديالي تكون هيش عمالية يعني كنشوف هذا هكا تنظر في الفيسبوك كنلقاشي انسان كتار من حالتي وكيتشافه ولكن انا الاطباء ديالينا هي كيقول ليك جرى غير التروض وانا اخي عيت من التروضة ماني كانت نجحة شراء عام لده 24 عام وانا كانت نجر التروض وما كيعطني التشي نتيش التروضة غي ما كيخليش لحالة تأزم ودبا منين حبستو كنشوف حالتي كتأزم بزاف بزاف ماذا تقول ليك؟ ما تقوم بزاف وانا ماذا تقوم بزاف وانا اريد انت قام بزاف وانا اريد انت والنسبة لها كانت شغل راسي وتقطعت عند دراسة لم اكملتش وقريت بسبب المار حينت لمدراسة بعيدة عليها قلت اريد انت شغل راسي كيف هو المستوى الذي أحبسك؟ السنكيام كان أمالي أن أكمل ولكن أخي لم أكن كاف وصلت للسنكيام و لم أكن قادرة لقد أستطيع ساعة ساعة هذه الطريقة لقد أبقيت أن أغيب لقد قلت أن أحبس لقد أردت أن أخرج لم أكن أردت مطابعة الحال في المدراسة وكيف يكون لديك أساسية كيف يكون الفقر مدروري كل شيء يصبح وكان بقى يبدو حجي كل شيء يكون جالسة وكنت أردت أن أردت أن أظهر وكل شيء يتفتح وكان يتفتح ساعة يتفتح أخبرني أن أبحث وكان أريد أن أحس وكان ومشي والناس لا يعرفين كانت قدر حني جيك الكلمة ولكن الحمد لله يعني عاجي تقبلت ذاك الشي تقبلت اي مضايقة اي كلمة كجي تقبلتها مطابعت لحال مطابعت لحال كي بقى كيشوفو في كم جيك النظرة مالا جي كتمشي هكا مالكي تتمشي بحالشي واحدة حاملة مالكي عاجي تقبلت انا جيك الساعة ومن الحد الان جيك الساعة مكنتش كنحمل ونخرج ولكن دابع عاجي دابع عاجي حانت اللاج كيلعب دور فاش كتكون فعد السين صغير وتي المراقة تبقى فيك الحال ولكن فاش كتكبرو كتنبضج ودك شي كي يجيك دك شي عاجي اللي يجازيكم باخر انا لقدرت هاد القانات باش نعاون بها راسي في الترويض وفي الزفت الحويج الصراحة تمنيتش يوتيبر زدوك الناس اللي وسطي نحطون اغيف لمونتادا او لا اللي يجازيكم باخر الناس اللي يجازيكم باخر الناس اللي يجازيكم باخر الناس اللي يدخلوا عندي القانات تيالي فارح اقرار الاسم جالي والناس بجالي حانت حامل واحد من دوك المشاعر اللي طالعين صفت لهم صراحة واحد الانس واحد السيدة قالت لي انا حطك في المونتادا ولكن قلت لي اعطوني عشر الافرية خمسمية درم وانا ما عنديش قلت لي انا ريت صوت معاك مراك كتر وقلت لي انا ما عنديش طلبتها ودك شي صافة ما بقدش جاوبتني كان طلب من الناس اللي يجازيكم باخر الناس اللي عنده هاداني دائرة اليوتيوب يرزيلي اللي شافوا هذا الفيديو ديالي كان طلب منكم اعاونوا اختكم احنا مسلمين تعاونوا معي حين بالصرح محتاجة انا واي واحد محتاج لمساعدة في الحالة ديالي زي ما اعاونوا هاد شركين هذا هذا والنداء ديالي اشترك الان في قناة اشواق عتيفين وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تيفي شريط الالكتروني وطني شامل ومستقل